نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان خلق الغذى فيه شفاء للورى طب بديل نافع الأبدان كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء ذات الشان والقصط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء جديد من برنامجكم برنامج زاد الصحة ونازلنا نستكشف مشاكل وأضرار المترتبة عن استخدام السكر الأبيض وقد بدأنا الحديث عن الأضرار التي جمعناها بعدد يقارب العشرون من المشاكل الصحية المترتبة باستخدام السكر روز أو ما يعرف بالسكر الأبيض أو السكر المائدة وقلنا السكر الأبيض يؤدي إلى سوء تغذية في جسم الإنسان يضعف مناعة الجسم يفاقم من ظهرة الالتهابات التي تؤدي أعضاء متعددة في جسم الإنسان يخرب الأسنان ويرهق الكبد ويحول الكبد إلى نسيج شمعي وممكن يتحول إلى تليف يستبدل بألياف نكمل في هذا اليوم مشاكل أضرار استخدام السكر الأبيض السكر الأبيض سكر المائدة يرفع من مقاومة الإنسولين الإنسولين الله قد استوضع هذا الهرمون في الجسم لغرض التعامل مع مستويات السكر والأصل مستويات السكر يتم استخلاصها أو هضمها وامتصاصها من النشويات أو من السكريات الموجودة البسيطة في العسل والخضروات والفواكه والحليب وهذه لا تؤدي إلى ارتفاع مستمر بل ارتفاع نسبي والجسم عنده الاستطاعة والمقدر على التعامل وإحراق مثل هذه النوع من السكريات وهذه فطرة جسم الإنسان وهذا خلق المولى صنع المولى سبحانه وتعالى لكن التعامل مع السكر الصناعي السكر الأبيض غير فيتم إرهاق البنكرياس وبالتحديد إرهاق عمل الإنسولين لك أن تتخيل سيدي الفاضل معي أه لا تعمل على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار السنة دون توقف ما هي النتائج؟ أكيد إنهاك وعطل وخراب نفس الكلام ينطبق للإنسولين الإنسولين لا يسمح لأي زيادة في سكر الدم لكن الملاحظ هذه الأيام هذا السكر قد غزى جميع الوجبات الوجبات الصلبة والسائلة جميعها تحوي السكر وعليه يكون الإنسولين في حالة عمل تقريبا دون مبالغة قرابة 24 ساعة في اليوم وهذا ضد الفطرة البشرية على المدى البعيد يتأثر هذا الهرمون تقل فاعليته خصوصا مع زيادة الوزن لأنه يؤدي إلى تشمع هذه الهرمونات في الأصل أو هرمون الإنسولين يعمل بطريقة انتقائية محقدة فهو يعمل إذا حبينا أن نبسط كمفتاح يفتح أبواب محددة فيعمل في أماكن محددة في هذه الأحالات عندما نستخدم السكر وأتمنى أن كلام هذا يسمع ويطبق السكر هذا يحول هذه المستقبلات أو هذه المفاتيح إلى كتلة شحمية فيأتي الانسولين لغرض العمل يريد أن يعمل يريد أن يفتح الباب يريد أن يقلل الفكرة هو يفتح الباب ويأخذ هذا السكر ويخزنه في المخازن حتى لا يؤثر في جسم الإنسان لكن يأتي ويجد هذا الشحم الذي قد انتشر في كل مكان ويعيق من عمل الانسولين فيتم إفراز الانسولين مرة ثانية بجرعات أكبر يفرز حتى يقلل لا يستطيع العمل وبهذا الشكل تكون حلقة مفرغة تؤدي إلى إنهاك وإحراق الخلايا بأ الخلايا المسؤولة عن إنتاج الانسولين ويظهر فيه تظهر مشاكل أو متلازمة معروفة تسمى ميتابوليكس سندروم متلازمة الاستقلاب وهذه تشمل أربع مشاكل خطيرة سمنة، سكري، ضغط الدم وارتفاع في الدهون الرباع الخطير والسبب السكر الأبيض المشكلة رقم سبع يرفع الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية طبعا جسم الإنسان هناك دهون مفيدة وهناك دهون مضرة بجسم الإنسان لكن تركيزها تحت السيطرة لكن في هذه الحالات تناول كميات زائدة من السكر المضاف إلى هذه الوجبات المشكلة يؤدي إلى زيادة الكوليسترول وزيادة مستوى الدهون الثلاثية وهذا ما يزيد أو يزيد الخطورة للإصابة بأمراض كثيرة منها القلب والشرعين لذلك تتجه انظار خصائي التغذية اليوم إلى السكر بدلا عن الشحوم يعتقد كان ان الشحوم هي السبب وراء ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية لكن لا التركيز الآن نحو السكر الأبيض سكر المائدة كنوع رئيس لارتفاع هذه الأنواع من الدهون والتي مثل ما قلنا يؤدي إلى النوبات القلبية وقد السكتات الدماغية المشكلة الثامنة بحسب دراسات هناك علاقة وطيدة بين استخدام أو استهلاك السكر واحتمالية الإصابة بالسرطان للأسف نعم دراسات مثبتة هناك احتمال ظهور أو في علاقة بيّنت احتمالية الإصابة بالسرطان مع استخدام المستمر للسكر حقيقة الإنسان عندما يتحدث عن هذه المشاكل ويشعر بالمرارة يعني الإنسان يأتي بالمرض إلى جسمه بسبب تصرفاته وسلوكياته فمثل ما قلنا السكر يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنسولين والإنسولين هو هرمون بناء يؤدي إلى التكاثر فقلنا يرتفع الإنسولين وتظهر المقاومة ويكون مستويات الإنسولين بكميات كبيرة فالإنسولين إضافة إلى الأعمال التي يقوم بها فهو هرمون بناء يؤدي إلى تكاثر الخلايا زائد ظاهرة الالتهابات المصاحبة لتناول السكر زائد الترابات التي تضطر في الجهاز المناعي جميعها بحسب الدراسات قد تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالسرطانات رقم 9 يؤدي إلى البدانة استخدام سكريات عالية التركيز صعب التعامل معها صعب إحراقها في الجسم يؤدي إلى تطبيط أو تقليل من إفراز هرمون الشبع هناك هرمونات تعطي الإنسان الشعور بالشبع وبالتالي يقلع أو يتوقف عن تناول الطعام لكن من يتناول السكر هذا السكر يؤدي إلى تقليل فعالية هذا الهرمون المصول عن الشبع مثل مشكلة الإنسولين يقلل من كفاءة الهرمون فبالتالي لا تشعر بالشبع تستمر في عملية الأكل وتظهر البدانة يأكل الإنسان ويشعر بالجوع ويستمر في الأكل ويؤدي إلى تمدد في الكتلة الشحمية لجسم الإنسان وتزداد الأوزان وهذا ملاحظ للأسف خاصة في الأطفال المشكلة العاشرة مشكلة الإدمان نعم أيها الأحبة أثبت بأن استهلاك السكر يؤدي إلى إدمان وهذا الإدمان بحسب مقالات علمية شبيه بإدمان المخدرات إلا أنه أقل ضرر وبالاستطاع والإمكانية التخلص من استهلاك السكر وهذه دعوة دعوة للتخلص أو التقليل التقليل من مستويات السكر واستخدام البدائلة الصحية لأنهم وجدوا أن استخدام السكر بكميات كبيرة يؤدي إلى إفراز هرمون يسمى الدوبامين وهذا هو الهرمون المسؤول على الإدمان وطبعاً هذا المتعلق بشكل رئيس كما وصف بالسكاكر المضافة التي تضاف في بعض المخبوزات لذلك يلجأ أصحاب المصانع إلى إضافة السكر إلى الخبز والكتشب ومواد أخرى كثيرة إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لكم مني خالص التحاية ومن فريق العمل في زادة الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان خلق الغذى فيه شفاء للورى طب بديل نافع الأبداني كالماء والأسماك والعسل النقي والحبة السوداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر